خلينا نوح دولاتي لمكر جريدة الجمهورية والمرسلة العزيزة جدا مريم سميح ومتقلق حي وانتبع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع وخلينا نعرف كده كمان الصحف قالت ايه تحديدا عن مشاركة مصر في أولمبياد توكيو هي هيكون معاها الأستاذ حسام الغرباوي الكاتب الصحفي والناقد أرياضي في جريدة الجمهورية طبعا يا مريم أنا هصبح عليك في البداية ومبروك ان احنا رجعنا مرة تانية مثلا وانت طيبة وخلينا نعرف منك خصوصا ان فيه أخبار كده بتتكلم انه هيكون فيه يعني مليون جنيه لكل لاعب حيفوز بس بنتكلم به المدالية الذهبية وسمعنا عن راتب شهري كمان كل الكلام ده مفروض ان هي صراحة به وزارة الشباب والرياضة خلينا نعرف منك تفاصيل أكتر تفضلي صباح الخير عليك يا نهواند صباح الخير يا كريم وبصبح طبعا على كل مشاهد القناة الأهلي في كل مكان الحقيقة طبعا يعني عودة بعد غياب عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى كروسون طيبين فعلا يا نهواند يعني انتوا حشتوني جدا وحشني كل جمهور النيدي الأهلي وأكيد كمان يعني الجمهور كان متعطش لها عشرة الصبح في الأهلي فحمد الله على سلامتكم مرة تانية من داخل مقر جديد الجمهورية زي ما انت قلت يا نهواند بالظبط أغلب العناوين اللي معانا أو جميع العناوين اللي معانا متعلقة بأولمبياد توكيو ولكن خلينا في الأول نقول العناوين اللي هتكون معانا خلال جولتنا الصحفية النهاردة من داخل مقر جديد الجمهورية واللي طبعا هيشرفنا وينوارنا فيها ضفنا العزيز جدا الأستاذ حسام الغربوي الناقد الرياضي بجريد الجمهورية العنوان الأول من المساء الرياضي مليون جنيه لكل لاعب في حالة الفوز بميدالية ذهبية وأيضا عنوان آخر من المساء الرياضي عبد المنعم الحسيني من توكيو راضي عن نتائج نجوم السلاح والمستقبل أفضل ومن صحيفة الشرق الأوسط مصر تتطلع البناء على التعادل مع إسبانيا والسعودية في مهمة شقة أمام ألمانيا والعنوان الأخير اللي هيكون معانا النهاردة من صحيفة الرياضية السعودية 38 مشاركة بلا ميداليات طبعا هنتناقش في كل هذه العنوان مع ضفنا العزيز زي منواهنا في البداية الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريد الجمهورية نورنا طبعا يا أستاذ حسام في البداية بصبح عليك عايزين نتكلم شوية عن العنوان يمكن عنوان لافت عن المكافئات اللي هيتم الحصول عليها في حالة فوز المنتخب طبعا الأولمبي مليون جنيه لكل لاعب وكمان هيبقى فيه طبعا يعني مكافئات كمان مدى الحياة أو مرتبات بتتروح من 3000 جنيه بدءا من المدالية الذهبية 2000 جنيه مدالية كمان فضية وأخيرا برونزية 1500 جنيه حضرتك شايف يعني موضوع ده تحفيز اللاعبين أن هم يبدلوا قصارى جهدهم حتى يحصلوا على هذه المكافئات شيء طبيعي طبعا وإحنا كنا نتمنى ده لجميع الأبطال المشاركين من مصر خاصة هذه إحنا طبعا أكبر بعثة بتشارك في الأولمبياد 2020 إحنا ما يقرب من 134 فرد بيشاركوا في 24 رياضة مختلفة وكنا طبعا بنتمنى ومازلنا بنتمنى طبعا لجميع اللاعبين والفرق اللي مزالت مشاركة حتى الآن في الأولمبياد أن هم يكملوا بشكل جيد خاصة إحنا شايفين أن المنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شاوء غريب ماشي إلى حد كبير بشكل كواس ونتمنى له طبعا أن هو يقدر يفوز على الإرجنتين النهاردة إحنا شايفينه المباراة شغالة في الوقت الحالي إحنا مسكين كورة وبنلعب بشكل متميز وطبعا قدينا خطورة عليهم حتى الآن وبعد طبعا ما قدرنا أن إحنا أمام أسبانيا أن إحنا نخرج بالتعادل طبعا لغاية لما اللعبين قدروا أن هم يحصلوا على الدفع المعنوية الأولية طبعا ده كمان بينطبك على منتخب اليد اللي إحنا طبعا برحة يعني الحمد لله قدر أنه هو يفوز على المنتخب البرتغالي وإن شاء الله يواجه غدا بإذن الله المنتخب الدنماركي طبعا هتبقى يعني مباراة قوية جدا وبنتمنى لكل اللعبين أن هم يحصلوا على المليون جنيه والمكافئة مدى الحياة لأنه طبعا ده هتبقى حافز كبير جدا شيء طبيعي أن الدولة تسند اللعبين وده معروف عن مصر أنها بتدي دفع مع نواة الجميع قطالها ونتمنى أن لده إن شاء الله يحصل ويكملوا بإذن الله المطبقين في المنافسات الأنبية بالشكل ويحصلوا على المليون جنيه إن شاء الله إن شاء الله عزيزين بس النوهن كمان منتخب اليد هيكون نسبته 75% فقط يعني على عكس منتخب كرة القدم طبعا ما فيش مشكلة إحنا طبعا أهم حاجة أن اللعب أو البطل هو يلاقي فيه تكريم ليه من أي نوع سواء من الدولة سواء من الجماهير وطبعا ما يكون فيه شيء طبيعي فيه تكريم مادي بيدي حافظ أكثر عشان اللعب عشان يقدر يكمل حياته ويقدر الاتحادات حتى نفسها نهاية تكمل المشوار لأن إحنا طبعا عندنا بعد كده فيه دلوقتي فيه بعض الفرق والاتحادات من دلوقتي ابتدت تجهز لأولمبياد 24 و28 من دلوقتي فشيء طبيعي هتبقى محتاجين موارد مالية ضخمة جدا سواء اللعبين أو الاتحادات ودي هتبقى حوافظ قوية جدا للأجهزة الفنية واللعبين لاستكمال المشوار مع الأجهال الموجودة والأجهال القادمة إن شاء الله إن شاء الله العلون التاني طبعا كان فيه تصريح خاص للمساء الرياضي من عبد المنعم الحسين رئيس اتحاد السلاح يعني أعرف فعلا عن أنه هو راضي بشكل كامل بمحققته ببعثة السلاح المصري في أولمبياد توكيب رغم من خروج ثلاثي سلاح لصيف من دور 32 شايف هو كمان إن الأداء مرضي بالنسبة له لأن اللعيبة تتراوح عمرهم بين 22 إلى 24 عام في حين المنافسين تتراوح عمرهم بين 28 إلى 30 عام شيء طبيعي على فكرة فيه كتير من المسابقات الدولية والعالمية إذا الأولمبياد أو كقوس العالم بيبقى تحضير فيها في بعض الأوقات لبعض النجوم المستقبل أنا بشارك أو بشارك اللعب عشان ياخد حساسية المنافسة القوية العالمية بيشوف إيه القدرات اللي وصل ليها وإيه اللي بينقصه سواء خاصة لو ما هلفوش الحظ زي ما حصل في السلاح بيبقى إعداد نفسي لأن اللعب بيشوف هو قدراته وصلت لي فين وبيبني على كده يعني إحنا في 2019 أو كاس العالم الأخيرة يدر الأبطال للسلاح أو خمس ميداليات متنوعة فده يأكد إن إحنا إن شاء الله على الخطة السليمة وهو ده رئيس التحدي اللي هو بيقول إحنا بنكمل إيه بنكمل الليل اللي جاي حتى هو بيأكد إن إحنا إن شاء الله بإذن الله إحنا ابتدينا من دلوقتي إن إحنا نجهز ليه أولمبياد القادمة سواء 24 و28 بنفس الأبطال إن شاء الله اللي هم خدوا حساسية وقوة المنافسة الحالية والخروج حتى لو هم قالوا إحنا وصلنا أولمبياد السابقة للدورة 32 مرة دي ما نوصل للسلاح إحنا أكيد خدنا خطوة من خلالها نبني عليها وعشان كده هو بيقول إن أنا مبسوطة وإلى حد كبير حصلت على خطوة إيجابية هتديني دفعها لإستكمال المشوار في رياضة السلاح إن شاء الله العنوان الثالث طبعا بنتكلم عن تحديدا مشواري يعني مصر والسعودية طبعا بعد نتيجة مصر الافتتاحية أمام إسبانيا يمكن كانت نتيجة جيدة طبعا في التعادل سلبيا كمان السعودية يعني متعثرة كانت متعثرة في الجولة الأولى وأمامها مهمة شقة جدا أمام ألمانيا النهاردة شايف المشوار إزاي؟ طبعا المشوار صعب خاصة في كورة القدم لأن طبعا الفرق قوية جدا أسبانيا الأرشنطين ألمانيا البرازيل شيء طبيعي دي بتحتاج إعداد قوي جدا وده اللي يمكن الحمد لله إحنا كنا طبعا نفسنا إن إحنا نفوز على أسبانيا في أول مباراة اللي كانت هتدينا دفع قوية أمام الأرجنتين النهاردة ولكن الحمد لله لما كانش فيه خسارة وده يمكن لده دفع معناه النهاردة تاني إحنا شايفين المباراة لعبتنا بصراحة كانوا ماشيين بشكل جيد إلى جات يعني حتى وإحنا بنتكلم مع حضرتك فيه هدف دلوقتي للأسف للأرجنتين من خطأ دفاعي هي دي اللي إحنا بنتكلم عليها إنه ممكن خطأ بسيط جدا يضيع مجهود فريق كامل ولكن هي دي كرة القدم نتمنى إن شاء الله أن المنتخب بإذن الله يعوض في الدقاء القادمة إن شاء الله وده طبعا برضو بينطبق على السعودية احنا شفنا السعودية خسرت أمام ساحل العاج في أول لقاء في الأولمبياد بنتيجة 2 لصالح 2-1 لصالح ساحل العاج وده هيصعب مبارتها القادمة مع ألمانيا خاصة أن ألمانيا خسرت من البرازيل كانت تقريبا 4-2 وبعد كده قدرت إن هي تقلص الفرق من 4-2 إلى 4-3 طبعا عايزة تفوز فشيء طبيعي البرازيل وصحبة لقب وتاريخ كبير هتبقى طبعا المباراة صعبة جدا نتمنى للكابتن الشهري المدير الفني للسعودية إن شاء الله أنه يكمل خاصة أنه يقدر أن يشارك لعب جديد بدل توركي اللي هو لعب الوسط المصاب فإن شاء الله بإذن الله نتمنى لهم أنه يكملوا مشوارهم بكوة ويفوز أن العرب يظهروا بمستوى جيد في الأولمبياد الحالية وتكون إعداد قولي اللي جاي لأن الأولمبياد الحالية طبعا هي على فكرة لها طبعا خاص لأن تأجلها لمدة عاما على فكرة بيبقى فيه سلبية كتيرة جدا لأن كل لعب بيوصل قبل إعدادها أو انطلاقها مباشرة بيبقى وصل لمرحلة القمة في الإعداد فأنا ماجي أروح مأجلها سنة شيء طبيعي بيحصل خلل في الإعداد اللي هو يعني بكمل وتوقف وكمل وتوقف شيء طبيعي بيحصل نوع من الإحباط بيحصل تراجع بدني كتير فشيء طبيعي إن شاء الله السلبية دي كلها ما نشوفهاش في الأولمبياد القادمة وتبقى الأولمبياد الحالية هي إعداد للأولمبياد القادمة إن شاء الله وبالتوفيق لجميع أبطالنا العرب ومصر إن شاء الله عنواننا الأخير طبعا بنتكلم عن عدد مشاركات المنتخبات العربية خلال تحديدا يعني كان وصل لـ 38 مشاركة خلال اليومين الماضيين منذ بدء يعني أولمبياد توكيو يمكن كمان عايزين نتكلم عن مشاركة المنتخب المصري الحقيقة أنه بيحضب أكبر عدد من المشاركات 12 مشاركة في الأولمبياد شيء طبيعي إن مصر طبعا تاريخ كبير جدا يعني في الأولمبياد إحنا مصري بيشارك في الأولمبياد من منذ سنة 24 من أيام أبطالنا القدامة الضزوي والتيتشي وبعد كده في الستينيات الكابتن مصطفى رياض وهو طبعا يعتبر من هدافي البطولة هو جاب 9 هداف وبعده علي رياض بأربعة التتشي والديتشي والتيتشي كلهم ما بين 3 و 4 هداف وبيليهم بعد كده طبعا اللاعب المحبوب محمد صلاح طبعا اللي شارك فيه 2012 وليه ثلاثة أهداف من خلال مشاركاته أربع مباريات في أولمبياد توكيو وده شيء طبيعي مصر طبعا يعني دولة عظيمة وكبيرة وتاريخها كبير جدا وهو ده اللي بيخلي إن إحنا تملي عندنا أمل ورغبة جديدة جدا إن مصر تحصل على ما يساوي تاريخها وإنجازاتها ونكمل مشوارة الأبطال القدامة اللي هم طبعا كل العالم منبهر من سنة 24 وبعدها نخش في التلعيات والستينيات حتى 2012 ونتمنى إن شاء الله طبعا كل اللاعبين اللي هم خرجوا حتى المصريين طبعا منهم على سبيل الميار في التنس فريدة عثمان أبطال السلاح كل دول أكيد هيراجع نفسهم كتير لإن طبعا الفارق بيبقى أجزاء من الثانية أو ثواني معدودة بتخلي ما بين بتفرق ما بين الفوز أو الخروج من البطولة وده أكيد هيبقى فيه إعادة ترتيب أوراق تانية للمقاومات الإعداد بأحدث الإمكانيات الممكنة خاصة إن مصر والدولة بصراحة موفرة كل الإمكانيات اللازمة المعسكرات الخارجية والداخلية الأجهزة الفنية المتخصصة الأجهزة الطبية المتخصصة أطباء الإعداد الأطباء النفسيين فطبعا إحنا ده بوافر لكل حاجة هيبقى ناقز بقى بيبقى ناقز ده المقاومات البدنية لكل لعب ولكل لعب على حدة وإن شاء الله بإذن الله نعوض الخسارة دي لأن مصر والوطن العربي طبعا مليء بالنجوم نتمنى لهم إن شاء الله يعوضوا ده في الأنوبات القادمة إن شاء الله أستاذ حسام الغرباوي طبعا ناقد أرياضي بجارة جمهورية بشكر حالتك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة النادي الأهلي ده طبعا كان تحليلنا لكل العنوين اللي كانت معنا النهاردة في جولتنا الصحفية واللي كانت أغلبها أو جماعها متعلقة بأولمبياد توكيو بشكركم جدا لعودة للستوديو مرة نشكرك أيضا ونشكر أكيد أستاذ حسام